وقالي ياسين كيفاش غن تهدم قولي لي واحد وعشرين عام وانا كنلومها مرة نكرهها ومرة نبغيها ومرة كنتوحشها ومرة كنقطعها تصاورها واحد وعشرين عام وانا حابة سراسي ما كنهرف حد وما دخلت حتى واحد لحياتي حيت خايف من انانين متعلق بشي حد ويمشي ويخليني واحد وعشرين عام وما حاولتش نقلب عليها اش كان فرق ده بأنا علسي العلاوي قولي لي قلت ياسين ما تحملش راسك المسؤولية انتا ما كنتي عارف والو وحتى انتا حياتك ما كانتش احسن منها الصعيب باش تعيش واحد وعشرين عام بعيد على الناس الصغر داس بالعنف وفشك برتيد فانت راسك في الخدمة شوف اكيد ماماك غتفهمك اكيد عارفة ومتأكدة ان ولدها كان كيفكر فيها كثما كانت هي كتفكر فيك قال لي ما عرفتش اشنو كنت غندير بلا بيك قلت لي انا ديما معك وفي الصباح فقنا وما بغيتش نمشي مع ياسين عند ماما قلت خليهم بوحدهم اكيد غيكونوا محتاجين لهاد الشي وانا نمشي نقضي واحد الغارات خرجنا من لوطيل وخديت انا تاكسي ومشا ياسين اللي عند ماما وصلت عند الطبيبة وملي فحصاتني قالت لي يا بيلي حاملة اما عند ياسين حيات عن مقاتل وقالت له اسمح لي يا ولدي اسمح لي يا خليتك ومشيت ولكن ماشي الخاطر والله ما الخاطر عمر ميما نسيتك لا انت ولا ايما كنت ديما معايا وكنت مرة مرة كنمشي نشوفكم في المدرسة وبعد المرات كنت كنمشي للمبارايات ديالك كانوا فين ما كيدربوك قلبي كان كيبغي يخرج من بلاستو اسمح لي يا قال ليها يا سين اسافي خلينا ننساو الماضي واحتانتي سمحي لي يا حيات كنت كلومك وحيت ما قلبتش عليك تعانق ياسين وماما وفرغو قلبهم على بعدياتهم خرجت من عند الطبيبة من بعد ما قالت لي يا الخبر اللي خلى قلبي رفرف بالفرحة اجلست حدا البحر وكان تخيل لي عندي بيبي صغير بحيل ياسين ولا شي زنوباء صغورة وكان واعد راسي بايش وخي وقع اللي وقع عمرين تخلى عليه وندير مستحيل باش نعيشو فرحاني حتى شميت ريحت الببوش شفت في مول كروسة ديال الببوش وقربت شوي احدا واخديت زلفة اللولة والتانية والتالتة وفين ما كان سالي كان قول ليه يجيب ليه واحدة فرحة احتوقف علي يا ياسين كيدحك قال نوضي يلا هينشدو الطريق خاسنا نمشيو عند ايمن راعيطات ليه لمياء وقالت ليه من لي وصلو البارح ما خرج من بيتو قلت لي اوكي يلا من بعد ساعات وصلنا قدام الدار ديال الغابة دقينا وحليت لنا لمياء عنقات اخوها وجات عنقاتنا ادخلنا ولقينا مروان وحنان سلمنا عليهم وقلسنا قيلت لنا لمياء رأي من من البارح ما خرج ومهضر ومواكل والو خايفة علي اطلع عندو ياسين وحنا بقينا كنهضرو شوية بدوها بطير هزيت عيني في ايمن اللي باين عليه الحزن في عينيه وقف قدامنا في الصالون وكيشوف فيه ومعارف ما يقول وانا اكتار منه غير كندور في عينيه وكنقلب في ملامحه واش كيشبه ليه كنشوف فيه هاد الشخص اللي دغياد خليه القلبي وارتاحيت له وانا معارفاش رخويا بقيتش حال سارحة فيه حتى سمعت صوته قال زينك ممكن نعمقك نط من بلاستي وتميت غادل جهته وهو افتح لي يد راعه وتخشيت في حضن ياه هادا هو حضن الاخ اللي دي ما كان سنعبي ما عرفتش باش حسيت جاع المشاعر تخلطوه عليها بالصح كان امين كي عوض هاد الحضن ولكن معا ايمن شكل اخر بتنات زمه والغد في الصباح مشينا للطار ولقينا كل شي كيتسنونا باغين يعرفوه اشطاري جلسنا مجموعين في الصالون وياسين كيتفادا يشوفي بواه وإلى شافي كيلومو بعيني عودنا لهم كل شي دكش اللي قالت لينا خالتي حيات ما موصومات صدمو وبقاوش حال كيشوفو فيا انا وايمن وموسيو العلاوي عينيها عمرو بالتموع عرف ان الدنيا غدراتو وضلم ام وولدو وخلاها عاشت عامين بلاهوية ومعرفاش رأسها من رجليها ياسين جبد من جيبو الصورة اللي كانت اعطاعتها لي خالتي حيات وقالت ليه باش اعطيها ليه ومدها ليه وقال هادي ليك اناش اديتها وبقيت كنشوف فيها شحال كانت مرزوينة وحروفها كحلي وكتشبه الايمن وشاد دو حد الطفل صغير في ايديها قرب حدايا ايمن وشاف الصورة بقاك يتأمل فيها اش حال قلت ليه هادا انت قال ليه اه قلت ليه غير تمنك وهو يقول علاش قلت على الاقل عندك صورة معها اعطيت الصورة لماما بحليلك انسولها واش هادي هي المرى اللي اعطاتني لك هي فهماتني شداتها بايديها وقالت اه هي اللي اعطاتك ليه كانت كتبان متوترة بحال ليه لشي واحد تابحها حطاتك لينا ومشات بحال ليه لعمرها ما كانت احنا من فرحتنا وضعقتنا حيت كنت فاقدة الامل احتنزلها الله عليها بحال درهمد الحلال وما سولناهاش لا مالها لواشا قدروا نعاونوها ولا على اسميتها ما كانش كيحساب ليه هدشي كامل دايز عليها وهو يقول مسيو العلاوي ياسين بقى ساكت مجاوهوش قال ليه ولدي عارفك كتلومني ولكن راه ماشي الخاطر قال ليه ياسين كيفاش ماشي الخاطرك كيفاش عطاتك نفسك ما تقلبش عليها وعلاش قال ليه مسيو العلاوي كل شي بسبابه كنت خارج من الشريقة وجاي عند مراتي وولادي وقف علي واحد الشخص ما كنعرفوش قال ليه ايه مسيو العلاوي قلت لي اسمح ليه شكون انت قال ايه نسيت ما عرفتكش على رازي انا عبد الواحد عاشق مراتك انا ما شعرتش ودربته بكروشي حتى داز دمه وقلت ليه اعرف رازك اش كتخرج من فمك راه نقتلك وما نعقلش عليك دير عبد الواحد واحد الابتسامة ديال السخرية وقال وقال بقيت فيا مسيو العلاوي مقلوب عليك القفة وباش نأكد ليك هاك شوف وجبد صورة ديالو هو وياها قبل ما نزوجه وقال شفتي بعينيك ونزيدك هادك الدري اللي كتربي ولدي صدمت وقلت له ايمن قال اه وغد زاد عندي بنت وغنربي وهتاني انا وحيات وهاد المرة غدت مشي معايا يعني بلا ما تقلب عليها ويالله نخليك وزاد وخلاني غارق في اسئلتي واش ايمن ولده بالصح واش بالصح كتخوني معاه ايش نو كتديرت صويرتها عنده وصلت الفيلا وكنطلم من الله انها تكون في الطار مع ولادنا وكنطلب انه يكون عند هاشي تفسير لهاد الشي كامل وتكون هادك الكلب غير كدور قلبت عليها احتاعيت كندخل من هاد البيت ونخرج من الاخر وما لقيت هاش وبدأ كلام هادك الشخص كيدخل معايا سنيت هالنير كامل ووالو ما جاتش وفاش فقتي الصباح كتقلب عليها انتو ايمن قلت لكم ما تبقاوش تقلبو هادا مكان كل شي من داك شماتا انا كلك المكان كان تقبيها كنحس بها خنجرة تغرس فيها شاد دفئت ايمن ومزير عليها اذا المسؤول على تعاس هاد الناس كلهم الاب البيولوجي ديالنا و هو يقول ايمن المسيو العلاوي شكرا قال لي المسيو العلاوي اعلاج قال ايمن حتى عرفتي هاد الشي كامل ومع ذلك ربيتيني احسن تربية وعمرك ما فرقتي بيني وبين ياسين قال لي همسيو العلاوي ما عندكش لش تشكرني اراك ولدي انا كنسمع الحديدهم ودموعي سايلين ونط طلعت البيتي بغنح ما قبل كعب وفي ايطاليا قال موراد انا كملت خدمتي بعد غدغنها بطول المغرب قالت شوزية عايتتي على عمك قال موراد يالله غادين عايتليها في العشية وهي تقول احلام ياي واخيرا قال موراد سمعيني انتي باركة من ترطية وما تحاولي تديري حتاجي حاجة سمعتيني قالت ليها احلام واخا المهم هو نمشيه في حالنا وفي المغرب وبالضبط في الشركة عند ياسين قال كنت جالس في البيرو حتى دخلت عليها هاد السكرتيرا الجديدة قالت موسيو العلاوي محتاج شي حاجة قلت ليها جيبي لي وراق المشروع الجديد وجيبي معاك شي فاني داديا للراس سوفيا مصطنع الخوف وغاديا جيهته قالت كيدرك راسك ياك ما محتاج شي مصاج كتقول فيها وبت حلوين ياسين درب البيرو حتى تزعزع وقال ايش هادت صارة ديك المرة حدرتك ما عنديش مع هاد لبسالة الخاوية افهمتي وهذا تاني اندار المرة الجاية الباب فهمتيني صوفيا سفارت بالخلعة وقالت فهمت قال ليها يلا برا خرجات بسرعة البرق وسدات مورا هالباب جا ياسين من الخدمة وكل شي كان مجموح في الصالون وقلت لي هم باللي راني حاملة كل شي فرح لي وكل شي بدك يبارك وياسين ما قداته فرحة ودازة سيمانة ودرت معا عمين تلاقوه في المحكمة فكيت معاه كل شي باش ما يبقاش تقليدو على كتافي رجعنا للدار وملي كنا جاسين كانت غداوه وهو يقول ميسيو العلاوي عيط عليا موراد ياسين حط المحلقة وايمن حتى هو قال ياسين يك ما كين باس اش باغي قال ميسيو العلاوي غايجيو غداي ان شاء الله وهو يقول ياسين ايدن انا غنرجع لداري وهو يقول ليه باه راه جال ليك يعتادر منك انت وزيند وهو يقول ياسين حسابي معاه هو والاخر وقالت سوما اح شو ما عليك هولدي احتى عمرتو عليا وبغيتو تخليوني قال ياسين ولكن هو يقول ميسيو العلاوي ما كين ما ولكن صافين عالشيطان وزيدون ها دي راه دارك احتى وحد ما غا يمشي من هنا وحتى انتا ايمن صافي تفاو عليا هاد الغضار راكم كبرتو زعمة واحلام احتى هي غضا تعتادر من زيند ونبينا عليه السلام قال ياسين يكون خير ان شاء الله وقال له ميسيو العلاوي هاكدا نبغي كولدي واليوم اعيد ميلادي جبدي ياسين منجيبوه واحد البواطة صغيرة وبرك على ركابي وقال انا ما طلبتش منك زواج بطريقة لايصة وما كنتش كنت تصورش نهار غانبغيشي واحدة كتر من روحي وانا دابا كنت طلب منك تزوجي بيا احتى نشيبو اعلم خدة وحدة عيني يغرغره وقلت له موافقة ركب لي يا الخاتم ونادهزني وعنقني وقال لي يفودني كان بغيك قالت لمياء اويل على ولد الهبير وراك مزوج بيها قال بغيت نطلبها قدام ولدنا وحط ايديه على كرشي قلت ليه واش حال من مرة كان قول لك رها بنت بنت وهو يقول ياسين بنتنا بنتنا كل شي يضحك هاد الهضرة سمعتها عائلة عم ياسين اللي كانوا داخلين الفيلا خلات احلام تطيح دك شي اللي في ايديها وتغبر الفرحة اللي جات بيها وتقول حاملة مراد جرخته بالزربة من بعد ما شاف كل شي تلفت باش يعرف مصدر الصوت ودوف ودنيها وقال سمعيني يا هاديك البرهوشة تديري شي حاجة هاكة ولا هاكة غنوريك وجهك في المراية قالت احلام كيفاش قال ليها كيف مزمعتين خليني حتان سالي على الشي انت فاهم عهادك ولد عمك المغرور وعاد عمي في بحرك قالت احلام انت باغي اني نشوف الحب والغارام قدامي وهاديك الويلة اللي ما عرفت منين ندبر عليها كالدور قدامي بكرشا ومن دير والو ما يمكنش مراد تعصب وكيدوي وكارز على سنان راني دويت ودابة غادة تزيدي قدامي تحتضري منهم وللأسف حتى انا غادة انطر حيت ورطيني زيدي قدامي يلا وهي تقول فوزية ياك ما محتافلين برجعتنا قالت سوما لا محتافلين بمرأة وندي عندها عيد ميلاد قالت فوزية ايوة لعلا قدها باقي احتافل بعيد ميلاد قالت سوما ايوة معرفت شكون اللي قبل ما يمشي دار اكبر عيد ميلاد وخبا السنة دياله الحقيقي قالت فوزية ايشنو دابة كت معني عليا انا را وهو الغوة ميسيو العلاوي فوزية ما لنا على هاد الصداع فوزية صفارت قالت ما قصدش اسم حوليا وهو يقول موعد ما اديش عليها عمي واقي لارا غير رام عالصافر سلم على عمو وعلى سوما وحتى على ماما ودار جيهتي شد ايدي وباسها وهو يقول لعمر كله المرت خوية ومبروك على البيبي انا محملتوش وقلتلي شكرا دار جيهت لمياء وبدون سابق اندار عن نقهة وجاء عندي وقال مرات خوية انا واحلام بغين نعتادروا منك الى سببنا لك في شي سوء تفاهم مع ياسين سمحي لينا وكوني متأكدة ما كناش قصدين ياكا احلام احلام كارزة على سنانها وقالت ايها خوية سمحي لينا ما قصدناش قلت الله سامح وهو يقول مرات ايوام زيان ما بغي نحتاش يوحد يبقى هاز من الاخر وبقى كيعطي في المواعد دو 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 عنده لسان كيعرف كيفاش يجرب نادم للتفكير ديالو ويبين ان داك الشي اللي كيقول هو الصح يا سين بقى صابر على الناس اللي كانوا في الحفلة وغير خرشو وهو يمشي لعنده وعطاه جوش كروشيات حتى طاح الأرض وقال اللولة باش تتعلم ما تدخل في أموري الخاصة والتانية باش تبعد من اختي جر أيمن لمياء اللي كانت كاتبكي ومصدومة دخلوا الفيلا ومن بعد جا عندي يا سين وشد لي يا ايدي وطلعناه لبيتنا أما مرات كان كيمسح في فمه اللي عمر دم وقال واخا ولد العم أنا تضربني إيلا من ندمكش راني ما تسماش مرات وهي تقول أحلام نوضي الله بادي ما ننهر لول هكا نوضي الله نعسو طلعوا حتى هما ينعسو وتفضو في الفيلا وكل واحد أشيء في باله شي كي يبكي شي كي يخمن شي نيعسو ما جايب للدنيا أخبار وشي كي يخطط الدمار هاد العائلة نتعرفوه على مرات العلوي هو ولد عم ياسين سعوده عشرين سانة من صغره هو داصر وما كيحملش لا ياسين ولا أي من كان كيددار معهم يوميا حيث كانوا ساكنين مع بعدياتهم من ليخسر بباهم كل شي عمهم ما بغاش يتخلى عليهم كانت مديمة كتحرشو شوف راه عمكك لاليك حقك وقت الباب دير ودير ووصل لثمانتشر عام وهو يصافر إيوه من بلاد لبلاد كيدير غير الكوارد وموسيو العلوي كي يخلص عليه الزبابة للفدوث باش يخرج منها ويمشي لمدينة أخرى ولا لدولة أخرى ويعاود نفس الحاجة وحتى نعمه كيخرجه ولقى هاد الطريقة مناسبة لانتقامه وابقى على ذاك الحال حتى النهار اللي مشه لإيطاليا وتلاقى مع واحد قال ليه راني باغي نتاقم من عائلتي وعاود ليه أشكاين ولاخور لقاها فرصة ودخلو معاه لمافيا قال ليه غتخدم معانا وحتى تكبر وتولي معروف عالم المافيا وديك الساعة غنعاونوك تنتاقم بسهولة إيوه خدم معاه وفعلاً أولي معروف شوية ودار بزاف ديال الحوايج العائلتي وكان المستهدف الواحيد ياسين اللي بقدرة قادر كان كيفلت منها حتى لنهار قرر يجي الدار مع المافيا وهرب ليهم المغرب حتى ما كانوش خلاوه يخرج من إيطاليا وها هو دابا وسط منهم لقايش كيخطط حتى واحد معارب وعند أحلام وماماها قالت أحلام شوفي أنا ره ما نقدرش نصبر حتى هايسة لولدك انتي قامو حسوا بيا راني كانت قطع عرفتي أشنا هي حاملة منه وهو شفتيه كيفاش كيعاملها وكيفاش كيشوف فيها رحموني راني ما نقدرش نشوفهم هكا كانت قطع قالت فوزية صافي أنا غنعونك غير سكتي أشنو عندك شي خطة قالت لها أحلام ما عندي والو غير طلقوني عليها منكركبها منطرش تمشي هي يولدها وهي تقول لفوزية ويليه لمكلخة إيه لبغيتي تديري شي حاجة ما تخليش موراك منيني شدوك الناس وهي تقول أحلام ودابا أش غنديره قالت لي هافوزية قربت سمعي خطات ماماك حلي ودنيك وعند موراد لي قالس هو وصوفيا في كاف قال موراد عمترا إش درتي قدرتي تقربيه منك قالت أوي لي هيدا ولتحمك بالساف والله تقبيح وقاصح ولكن كيحمك موراد تعصبه قال صوفيا جمعي راسك صيفتك باش تطيحيه ماشي باش تطيحي انتي قالت وراه كان دير جهدي ولكن هو كتبان ليه غير مراده وهو يقول موراد اش نزعنا ما نعولش عليك قالت لا لا غير راعطيني فرصة ضروري نجيبه ما تخافش قال انتي عارفة اش باغي منك انا وراها حاجة بسيطة وراها حاجة بسيطة يوا جمعي معايا راسك قالت صوفيا في خاطرها انتا بغيتي حاجة بسيطة وانا بغيتي هو وغنطيحه اكيد وهي تقول له اه صافي كون هاني قلسنا وجات نورا الخدامة حطات لينا الفتو يلا عديت كناكو وهياتو حلية وهيات مدلية زع فرانا كاز ديال الما اوه ايش هاد الحانان شديتو من عندها وشربتو وتنفست وما كليت والو تدات لي شهية شوية كان حس براسي فاشلة وودنيا كيصفروا وكانت نفس بصعوبة ومعتي مقلوبة نت باش ندخل الحمال وانا نطيحه على طولتي وداوني للطبيب وقال لي هم طلع لي يات تنسلو ركبو لي يا السيروم وكانشوف ياسين مخلوعة عليها وكيقول لي ما نقدرش نخسرك او لا نعيش بلا بيك كوني متأكدة عمري ما غنخلي شي حاجات قادية وعند اللي في عومها قالت أحلام ده بغى يكونو كيبكيو على البابي وهي تقول فوزية ممكن ايه وممكن الله وهي تقول لها أحلام كيفاش ممكن الله قالت فوزية حلي معايا عقلك هادوك القطارات كيطلعو التنسيون بشكل مفاجئة وهاد شي ما مزيانش في البابي ويمكن يطيح من المرة اللولة ويمكن نحتل المرة التانية فهمتي قالت أحلام أنا المهم عندي يطيح إلا ما طاحش هاد المرة يطيح المرة الجاية ودخل مراد وقال ايش كتقولو ايش درتو أحلام وفوزية مخلوعات قالو ووالو قال مراد هادروه خلاص قالت أحلام طيحنا البابي لزينب وهو يقول مراد واش أنا ما هدرتش معاكم واش ما قلتش لكم ما تصرفوش من راسكم مالكم ما كتسمعوش ايش كنقول ودعبائي لشكو فيكم وكركبوكم من هنا قالت روزية لا لا ما تخافش هاد القطارات ما كيبانوش في الفحص قال مراد اوف اوكي ولكن آخر مرة تديروش حاجة مورايا فهمتو وخرجو ازدح الباب مورا وعند مراد قال ها هو المخطط شوف كتدير لي قال ليه المهندس ما يمكنش اسيدي قال مراد كيفاش كان خلصك غير هكاك وهو يقول للمهندس ما فهمتنيش اسيدي قال مراد هي مكان لخانا وهو يقول للمهندس لا حاش اسيدي ولكن هاد المخطط ما كاملش ما فيه لا مقاصات ولا اساسات لا والو يعني ماشي المخطط النهائي يعني ما نقدر ندير فيه والو حيث ما عنديش طلاع على المشروع قال مراد اش نوذ عما تفلت عليا تفو خدم معايا خير المكان الخير نوذ حيد من هنا عيت على صوفيا وقال سمعيني انتي هاد السيمانة نبغي داك الشي عندي وقال بالغوات سمعتيني صوفيا دخل عاد حيت عارفاه اش كي سوى ولات غير كتفتف وقالت واخا وعند زينب بقينا هدامين احتضلا من الحال عاد سالينا هزيت رازيكا نشوفه في المخطط النهائي ومقتان عادي شفت في ياسين ولقيته احتاه وعلامات الريضة على وجهه هز عينه فيا واضحكنا وقلت واو ما تكنش متوقعاه بهذا الروحة وهو يقول ياسين وباقي فاش غادي يخرج للواقع غايكون اروح قلت ان شاء الله وهو يقول ياسين يا الله نوضي ما جاكش الجوع بقيت كان شوف فيه جاتني الحالة عليه تاني بقيت كان بيد في عيني ياسين فهمني وبتازم وجرني لعندون عنقني ومخليني ينشمشم في عنقو هادي هي حالتي مرة مرة كنشين قيع جبنين تمخشش فيه ونشم ريحتو كنحس واحد احساس ما نقدرش نوصفه بقيت مدة هكذاك احتاقنات عاد هبطنا والقينا كل شي مجموع في الصالون من غير ايمن ادخلنا وقلسنا معاهم احتا ادخل الفنان ديالنا قال ايمن السلام عليكم ردين علي وعليكم السلام وهو يقول كين شي عشا جاوبوا ياسين كيجيبك عندنا غير العشا قالت لسوما بعد منه شو وجهك يضعف مسكين من لي كيبدأ يرسمه ولا يصور كينصار راسه ياسين وهو يقول كتضحكي شو فيه قد الفيل طالع واكل نازل واكل قلت ايوانتا بعد من خويا وهو يقول ايمن يخليلي ايا انا اللي دافع عليا ودار عند لمياء وقال وانتي مغتدفعيش عليا لمياء اصلا غير شافته ولت حمرة وهو يقول ياسين بعد منها ها ديك رهام عاخوها الزوين ياك قالت اه وهو يقول ايمن اه وديري ها فين جيك شنيولا وبقينا ضاحكين وكان هضروه في امور عادية احتنطق مراد وقال عمي بغيت نهضر معك في شي موضوع قال موسيو العلاوي وين اهضره ولدي كان سمعك وهو يقول مراد انا بغيت نخدم في الشركة جاوبوا ياسين بكل برود لا وهو يقول مراد وعلاش السياسين قال ياسين حت ما بغيتش وهو يقول مراد ماشين تالي كتحكم انا هضرت معا عمي وزا ايد ما تنساش اولد عمي العزيز راه عندي نسبة في الشركة ياسين جاوبوا ببرود وهو يقول هادش كله ما كيهمنيش انا قلتش عندي زا ايد النسبة اللي كتقول عليها ما تنساش انك مشتارك فيها انت وامك واختك ولم ياؤسوما وهو يقول مراد عارف هادشي موسيو العلاوي تدخل باش يلطف الجو وقال انت ولدي ليش بغيت خدم في الشركة وانت من دي ما معزيش عليك الخدمة قال مراد دابا ولا عزيز علي وحتى انا سيل علاوي قلت كلمتي ومن غدا بغيت يكون القسم ديالي واجد وناد وخرج من الصالون ياسين يالله غادي تعصب وهو يغمسو باه باش يتبعو المكتب ناد ياسين ومسيو العلاوي وايمن مشاو المكتب وحنا ابقينا في الصالون غير شوف فيه نشوف فيك يالله كنك نضحكو ايش وقع وهي تقول فوزية ايو احتهد ياسين زاد فيه ما مربيش غير هي تقول هاد الكلمة ناضط سوما من بلاستها ووجه هات صبحها قدام عينيها عمر نيش فت سوما في هاد الحالة وقالت وهي معصبة مربي احسن تربية وكيعرف اش كيدير واخر مرة تقول هاد الكلمة قدام هاد كراه ولدي وعارف كيفاش ربيته ما نعودش نسمع سميتو قدخرج من فمك اسمعتي فوزيه ولا تغير كتبق قلل في عينيها وتعاود وهي تقول مالكي انت شمو وهي تقول سوما نكون امو ولا ما شمو المهم انا اللي ربيته وكبرته وعارف اش ربيته لا هو ولا اي من وما بقاش نسمع هاد الهضرة ولا ما غير عجبك حال ناضط من فخ وخرج وتبعات ها بنتها وحنا غير مشات بدينا كنصفق ونصومة وهي تقول ما حش ماتش كتها ضرف ولدي هاك قالت الباتول او دير هالغيرة اللي كتهضر فيها خليها تقول اللي بغات وقالت لمياء واسوما راني ما عرفتك ش سيفت يا واللي تي صع صع وقلت سوما كبيتي ما عندي من سالك كد دافع لي على بابات ولادي وبدي تكن تحك وعندي ياسين ياسين مع الصبو قال محش راه إلاجة عندي للشركة ميلوم غير راسه قال له ميسيو العلاوي تهدن ما نخليه شي غير تهدن قال ياسين أصلا ما عرفتش كيف كنت يبغي تخلي واحد بحل هذا يجي وياخد الشركة باقي هو هو ومع عمره غير تبدل وهو يقول أيمن صع في صع قال ميسيو العلاوي سمح لي يا والدي راه غير كنت كان بتزك به أما انت عارف نعمر نين ديها مالي حمق أنا عارف مراد ماشي ديال الخدمة وما ديال حتاش حاجة هاد الهضرة كاملة دازت على مسامح البركان اللي كان ورى الباب وهو يقول مراد إياه هانا غنوريكم هاد اللي ما ديال والو علش قد إلا منحرق قلبكم واحد واحد خرج مراد وعينيه كالجمر وعامرين غاضب وكيتوعد اللي هم بالشر حاقد قال قالوا جمع لي يا الرجال اللي قلت لي نطلاقوا في الجيبو ونمشي وعند سينة بقينا قال سين كان هضرو وشوية احتجا وياسين وعمي وآيمن قلت حدايا وملامحوا وباقين مقلوبين مهوبش وأنا ما كيعجبني شي يكون مقلق شديت ايدي وزير عليا كي طمأن وجات نورا قالت لينا رلع شواجد نضنا وخحت واحد ما كانت عنده شهية الأكل إلا أنا اللي كان صرته ما كان عقل دازت سيمانا روتيني أيمن اللي مضغوط مع المعرض ديالو وياسين اللي عرض مخطط الجامعة والقصد حسان الكل وبدو في التنفيذ وزينب اللي كل مرة محمع لحاجة وأحلام همها اللي مفقوصين وباغين غير الفرصة في ندوروا الزينب وسومة والباتون اللي حاطين الراس على الراس وها هم خارجين ها هم داخلين وعمل لأي حاجة كتخص الدرالي صغر جابها لزينب ومراد للشر والحي قد تغاو عليه وكيوجد خطوطول هاد الليلة أنها غدا تكون أكفث ليلة في حياتهم وعند زينب قلت يا سين شوف هادي ولا هادي وهو يقول لا هادي ولا هادي غوبشت وقلت وعلاش وهو يقول هادي عريانة وهادي قصيرة قلتلي ودابا شندير أبغيت نلبس وحدة فيهم قال بسكت يا البكاية خصك غاعلاش لبسي هادي حسن أفرحت وقلت بالصاح كانت كثوة طويلة في الرمادي مع الريا شوية منطهر جاتني كتحمق جمعت نص شعري ودلت ماكياج خفيف وهو يقول ياسين تيتيز ديالي ما تجيش نديرو بالناقص ونسدو علينا ونراجعو دروسنا اضحكت وقلتلي الله يمسخك جاتني لحالة عودته وقربت حداه ووقفت على صباحات رشلي وتخشيت فيه كان شم في ريحته وقلت ريحتك زوينا وهو يقول وابنت الناس ره غندير بالناقص ما المعرض وغنثورة علمك هنا وانا نقول لي لا لا يلا هنمشي هبطنا ولقينا كل شي واجد وخرجنا ومشينا المعرض نزلنا وبالينا ايمن كيهضر مع الناس دخلنا كنستمتعوه باللوحات والصور اللي معلقي وعند لمياء اللي عينيها كتقلب غير على لوحة ديالشي بنت واللي هي حبيبتو كيف ما كان قال ليها ره غير سمه حبيبتو ابقات كتقلب وتعاود حتى وقفوها رجليها عندو وحد الحاجة عمرها توقعتها ابقات كتشوف وعينيها عمرو بالدموع وتشلات حركتها حتى كتسمع شي صوت همسمه وراها وقال اش بان ليك لمياء عينيها مغرغرين ودارت عندو عن مقاتل وبدأت كتبكي وهو يقول ايمن وعليش لبكة قالت شكون هادي وهو يقول ايمن زع ما ما عرفتي هاش هادي كل شي في حياتي حبيبتي وبنتي وتربيتي واغلى شخص عندي لمياء عينيها كي لمعو وعقلها خرج من بلاستو باقى مستوعباتش وقالت حبيبتك قال لها وكنح ماق عليها لمياء توسعو عينيها وبقات غير كتشوف ايمن باس هفحن كهو قال ودابا سيري مسحي دكشي وحيدي الصدمة وآيشي باقي عندنا بزاف نهضرو فيه قالت انا مام طيقاش وقال لها غنخليك طيقي كل شي في وقت تزوي مشات الحمام وخلته كيدحك عليها وقلبو كيرفرف اخيرا قدر يعبر على دكشي اللي في الداخل ديالي دير واحد اللعبة تحت اللوحة بمعنى انها مبيوعة وهو بغي احتفظ بها لراسو وصلنا احدا ايمن اللي كان ساهي في واحد اللوحة وبتسامة جانبي يعلى شفاه عقت به وقلت له الزين ديال اخت مبروك ايمن عنقني وقال يخليك ليا قربت لعند ودني وبلت فارقعتي الرمانة ايمن قرب حدا وقال كتفهميني بعدها ونفاجرنا بالضحك وهو يقول ياسم اش كي ينت اما قلت ليه انا وايمن دكشي اخاوي وهو يقول ياك ايو بازا العشير مبروك قال ايمن صاحبي الله يبارك فيك ياسين كيشوف اللوحة وقال اجي هدي مش المش عك ديالنا وهو يقول ايمن هي قال ليه ياسين وطال عغير لمياء قعل نهار وانتك ترسم تفنن فيها وقال ايمن ياك ما بغيتي نرسمك وهو يقول ياسين قلب علي قلك ترسمني بديت كنت حك وقلت انا غدا نمشي للحمام بديت غدا للحمام حتى كنحس بشي حاجة علني في خلات ني فقط الوع وعند لمياء كنت كنت الحمام كنغس في وجه وعلامات الصدمة باقين فيها ما مطيقاش اش قال لي ايمن ومع تي كي طير فيها الفراشات وعين ي كي لمع والفرحة خير جالية من الودنين خرجت وانا نتضم بشي واحد جار زيند وهو ملت بديت كنغوت وتصدمت اكبر صدمة كان غدا تفضحنا بغيت نهرب ولكن كان سراع مني وضربني لراسي ومع قلتش على والو وعند ياسين بقينا كانت سناوة خمسة دقايق حتى العشرة وقلت ما الهط على الثلاث قال ياسين وزينب غرقات في الحمام اكيد قال ايمن واحتلم يا ره مشت قبال منها قال ياسين ويلي ايجي نشوفوها وفين زادو تمشينا جهة الحمام ووقفنا وبنت لنا واحد الفاند ميناج سولناها وقالت لنا ما كاين حتى شي واحد في الداخل فين غايكونو زادو هاد اسليح فانات خرجنا قلب نحت عينا في المعرض الداخل في الجردة في جايع البلايس صافي انا وليت كان حس براسي غن حماق فين مشاو ياك ما اطرت لهم شي حاجة عيط الزينب ووالو وعيط اللامياء وحتى هي وال عقلي بغي يخرج من بلاستو ايش هاد شي قلب يتزير علي كنشوف ايمن عيني حمرين حتى هو مع الصب مبغينا نصب كل احداث ونخلع وضع مشينا نشوف كاميرا المراقبة ووقف علينا مروان وقال امال كم فين زينب ولمياء هنان رها من الصباح ويتقلب عليهم وهو يقول ايمن مروان ما تسول على والو ويلا معنا مشينا طلبنا باش نشوف كاميرات المراقبة وللآسف ما كيناش كاميرا في الجهة دي للحمام ولكن كين وحدا في الخرجة دي الباب اللوران بقينا مقابلين الكاميرا وكان دقو في كل لحظة كنشوف ونعودو احتشفت شي ليس ضمني وخلى قلبي يتهز من بلاستو وعيني يعمرو حقد كان واحد ملتم هاز زينب على كتفو وواحد اخر حتى هو ملتم هاز لم يع وخارجين بيهم ولكن ليس ضمني هو ولد عمي الدم دي الي اصلا مراد كان حتى هو ملتم ولكن فاش بغي يهضر حيضلتان ونصامر الجعوش قال ياسين قلت ممكن شروا يوصلوا لأي حاجة ولكن ما يوصلوا شي قادي عائلته وغوت وقلت اللا غنقتله اصعرت وايمن حتى هو ومروان كي هدينا خرجنا ومشيت صاعر جريت احلام ومهات عاني كتغوت وبابا وسوما كل شي خرج وصلنا للدار وكل شي كي سول على زينب ولم يال ما عرفنا ما نقوله بقيت غادي جاي وقال ياسين قلت فين ولدك هاضري وفين خوك عرفت هو اش دار قالت سوما ولدي تهدم قول لنا في اللبنات هو يقول ايمن اختفهم داك الحيوان دي المراد ايليش الديتو ما نرحموش كونو متأكدين وهو يقول بابا ايش كتقول ايش هاد الهضراء وبدو سوما والباتول كي غوتو قالت الباتول ولدي رجعوا لي يا بنتي راه هي اللي عندي وقال بابا ياسين انت متأكد انه مراد لخطفهم قال ليه ياسين راد تسجيل ديال الكاميرا باقي لم كلخ مخلي وجهو باين عايت الفؤاد وعاوت ليه كل شي ما كامل لاش عشرة ديال تقيق وجل عندي حاول نتعقب التليفونات ديال لبنات ولتاقت اشارة ومن اللي مشينا لقينا التليفونات مليوحين في الطاق وهو ما لا اثار لهم اتجننت اول مرة كنحس براسيم كتف ما عارف مندير باغي نحرك اي حاججات قدامي مراتي واختي دقة وحدة ولغدر من لحمك ودمك ايش هدشي يا ربي انا صاعد وايمن حالتو عالم بيها غير الله وفؤاد ومروان واقفين معنا وكيهد نوها رجعنا للدار خاليين الويفات ومعارفين مندير كل شي كيتسنانا وكيبكي احتمن فوزيا وبنتها قال سين وكيشوفو وهو يقول يا سين ما عندك احتشي فكرة فين يكون ولدك وعلاش دار هكا فوزيا غير كتبق لفعينيها وقالت ما عارف وانو انا وهو يقول يا سين سترع ليهدابا ولكن كوني اكيدة ما غنرحموش منلي نشوفو قدامي خرجت للشرطة وعينية عامرين بالغضب وحمرين وكان غوت مراد علاش مراد علاش شوية خرجت عندي احلام وقالت يا سين قلت ليها غبري من قدامي ما بغيتش نشوفش واحد من تريكتكم ايش درناليكم علاش هاد الحقد كامل وهاد الشر عمر نيمة خيلت توصل بكم الواقاحة احتل هاد التراجع قالت احلام يا سين انا ما درت يوالو قال ليها ما درت يوالو ولكن متأكد انك عارف احوك علاش مطوي وانه باغين تاقل منهاش باقي الحد الان ما عرفتش ولكن نلقاه غنخنقو بيدي وهيد قول احلام المهم باش تطيقني انا غنقول ليك شي حاجا ممكن تعاون قال ليها ياسين كان سمع قالت صوفيا قال ليها مالها قالت احلام مراد اللي جابها وتقدر تكون عارفة في مكاين ما خليت هايش تكمل هضرتها ودخلت قلت للدراري تبعوني وخرجنا ومشيت للشاركة قلبت على معلومات على صوفيا لقيت عنوانها ومشينا لعندها ووصلنا للعنوان وكندقون عاوده وواله بقى مروان وايمن قدام بابها احتجي وانا وفؤاد مشينا للمركز على الله نلقاو شي حاجا او لا نلتاقتوش اشارة من تليفون ذاك الويل دي المراد ولكن موالو كنحس براسي غادي وكنفقد الامل كنحس بالخنقة باغي غير امتا نلقا روحي كنحس بالشر مسيطر علي وكنت وعد المراد اشد دحقة الى حاول اديل اهم ثلاثة الاشخاص في حياته وعند اي من اللي انفاجر من بعد ما مشاياتي امتا هذا الجي هذا السلقوط اختي واحبيبتي في خاطر وانا عاجز ما قادر ندير والو اوه مروان وخامة فاهم والو كي حاول يهدنو قال لي صاف يا صاحبي كل شي غادي كون بخير وهو يقول اي من كنبغيها مروان كنبغيها والنهار اللي سماعتها من عندي ترهج قال لي مروان شكون هادي سناني قال لي مروان ما عرفتوش على جدال حقا وهو يقول اي من الحقد والطمع والانتقام والسم الشرط قاعدك شي اللي خايف تجمع في داك الانسان عض اليد اللي ديما ممدودة لي اخطف بنت حمو بالله مايرفلي شي شف من ديما كيحقد على ياسي ولكن علاش احتش واحد معار وانا متأكد انه هو اللي وراء اي حادثة وقعات الياسي من نهار الحادثة ديال السيارة احتل نهار تضرب الرصاص وهو يقول مروان هذا ره مريض وعندي ياسي بقينا شحالو احنا كانت سناو شي اشارة ولا شي حاجات بان ووالو خرجت من المركز من كاسر وقلت الفؤادي علمني باي حاجة وعيدت الايمن وحتى هو قال لي ما كين والو تحبط وداوني رجلي اللي بحر قلست فوق واحد الصخرة وانا كانت فكر نهار ديادة لمياع وكيفاش دخلات فرحة القلبي وكيفاش كانت كتكبر قداني وكيفاش كنا كنخاف عليها وما كنخلي وحتى شي حاجة تقرب لها وتفكر تأول لقاء آلية مع محبوبتي وكيفاش شدات فصبعي بصبيعاتها الصغار وما بغاتش تطلق والقادر اللي عاود لقانا وكيفاش تزوجنا وزبايلها كاملين وتبرهيشها ضحكتها وعويناتها ملاميحها اشعرها كل شي محفور فراسي وكل شي كيدو تقداني وتفكرت البارح اللي الكامل وهي مخشية فيها وما بغاتش تطلقني تقول لقلب ها كان حاس غادي نلقاك زينة هافاك يكوني قوية انتي وبنتي وقوي معاك حتى لمياء وما تخافيش انا وعدتك غادي نحميك وغنوفي بوعدي بقيت مقابل البحر وكنفكر محسيتش بالوقت حتى سمعت تليفوني كان واحد من القارد كيعلمني ان صوفيا يالله دخلت للشريكة ونضت الطاير للشريكة كان ادعي الله تكون عارفة شي حاجة وعند زينة كان حل عينية بزز وراسي دارني دورت عيني كان شف ديبو مهشور وفيه شي برامل وشي ادوات ديال الحديد وانا قايل سفق كرسي وإيدي مربوطي هزيت عيني بانت لي لمياء حتى هي مربوطة ولكن باقة مغمضة بقيت كنرجع السينتا شكون خطفها وعلاج بغيت نتحسس كرشي ولكن ما قدرتش خفت بزاف على البابي وبديت نعيط لمياء 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 كتسمعيني لمياء بدت لمياء كتحل في عينيها اي رازي فين حنا قلت ما عرفتش ولكن اللي عرفت انهنا مخطوفات اعلاج وكيفاش وشكون الله علم لمياء كترجع احداث الامس وقالت انا عارفة شكون قلت لها شكون قالت مراد قلت لها كيفاش وعلاش باقة ما كملتش هادرتي اتحل الباب وبدأ داخل وكيدحك واحد الضحكة دي للشاح وقال واو الاميرات النائمات فقتو لمياء عينيها مغرغرين قالت علاش اضحك مراد وقال لا 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 ما تبكيش يا بنت عمي الغزالة بغيت تعرفي علاش حيت ما كان حملكمش اي حاجة كتجمعني بيكم كان كراهها قالت لمياء علاش اش درنا عليك قال حيت باك شفر بابا وهو اللي قتله قالت ليه لمياء لا بابا ما يديرهاش انتهى كم مهمينك انتهى اللي كابر مع هاداك الحقد والكره اضحك مراد وحد ضحك ديال السخرية وقال يا كلال عارفة هادشي كامل اكبرتي كنتي غير براهيشا ودبا داويا ومالو ما يكون بواك وخوك هو ماللي كدابي وهو ماللي اشرار وهو ماللي ممزيانيش قالت لا يا سين ما يديرش هادشي بحال يا سين وماذا منه مع انه يا سين غير واحد فاشل قلت لي ما نسمحش ليك مراد تعصبه كان سكتي خليني نكمل من ديما وانا حاضي هاد يا سين اش كايدية امو مشات وخلاتو وعندو صاحب واحد فاشل حتى هو قلت حيت انت فاشل كيبانو ليك الناس كاملين فاشلين مراد هزئيدو حتى هزها وصرف قني وقال قلت ليك سكتي وهي تغوت لميا زينب وبدأت كاتبكي وعند ياسين اللي تخل جاهل للشريكة ومش بحال الوحش لعند صوفيا شدها من دراحة وقال فين مراد هادري صوفيا نخلوها وقالت ميسيو العلاوي شكون مراد نقال لها شوفي بلا ما تبقيت تعصب عليها راني عارف هو اللي جابك هادري عارفة فين تالية مراتي قالت كل شي بتامانو أمنسيو العلاوي ياسين تعصب وعيني قوله وكيف الجمر وشدها من شعرها وقال وش كاتح معقي عليا وليش نو هادري ولا غن دفنك هنا صوفيا كتحاول تفكر راسها من فين ايدي وقالت اي طلق اي طلق اصلا غتبق انت الخاسر ياسين زي تزير عليها وقال هادري ايش بغيتي تغمد عينيك وتخليني ندير ما بغيت قال لها كيفاش وش انتي مريضة متعصبينيش واش كتفلي صوفيا قالت تيق فيا غادي نوصل لك المراد ياسين غمد عيني ما حاملش راسه احتحس بيها عن مقاته وحيد ايديها يلا غادي حل عينيك وهي اضطر علي شفايف صافي ياسين ما بقاش عاقل تحصب وبعدها علي وعينوك يخرجوا الشر وشدها من رقبتها خانقها كانت غا تود علي في ايدي احتدخل عليها ايمن ومروان فكوها من بين ايدي غير بالزس قال ليهم طلقوني عليها خضري خلاص ره ما غنع قلش عليك وعند زيند باقي كنت حسس في حنكي وعينيك يطلقو الشرار قلت غتندمع لها وهو يقول ها 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 انتي اللي غتندميني قلت لي المريض قال انا ما مريضش الناس اللي مرضوني اللي دازم من حدايا يقول لي دير شي حاجة في حياتك دير بحال ولد عمك كبرت وانا حاقد على عائلتي كاملة الوالدة كانت ديمك تقول لي رهوك لنا زقب ابا اللي كان ديمة كيدخل سكران ومحط وكيغوت علينا الوالد اللي خرجنا من الطار ولقينا غير ها ديك العائلة اللي هزاتنا غتقولي عضيت اليد اللي تمدات لي اه انا هاكدا حاقد وماشي غير هادشي اللي درت كانت فين ما كتاح لي الفرصة نج بدراج لك وهد فاش صافرت كنت ديمة ندير لمشاكل غير باش يخسر السيل على ويفل كان هاكدا باش كان نتاقم ومن لي مشيت لإيطاليا دخلت لمافيا غير باش نتاقم من راجلك العزيز وهما عاون وابديت بخدمته وانا اللي كنت المسؤول على واحد الحديثة طرت لي لم يأش حقات وقالت اه انت قال مراد اه انا وانا نقول دبلعك قال مراد اوه ياسين واخد الدكاء قلت لي اذا حتى الحديثة ديال القرطاص انت المسؤول عليها وهو يقول برافو قلت لي قرب نقول لي مراد قرب عندي وجمعت الدفلة ودفلت على وجهه وقلت لي تفوع للرجال بحالك الشر ولا كيبان في عينين مراد وهز رجلي حتى هزها وضربني الكرشي حتى طحت وتسمعات غوتت لمياء تاني لمياء كتشوف فيها طايحة وكنت وجع والدم خارج لي من بين رجلي أول حاجة جات في بالها البيبي بدأت كتغوت وترطى وقالت زينب زينب انت اش درتي مراد بوحد الضحك شرين قال هي اللي قلبت عليها وإلى ما ذكتيش الزوين غندير ليك ما كتار قالت لمياء الله ينع للدم اللي جمع ناش مات انت ماش راجل كن كنتي راجل كن واجه باقى ما كملتش حتى لقات حنكها طاير بتصرفيقة وإيد هات فكات وحويجها كيتقطع وهي كتغوت كنت كن كابر رغم الآن كن شوف وباغ نغوت وكن شوف صاحبتي وحويجها كيتقطع وممكن تفقد أغلى حاجة عندها وبديت كن غوت بالجهد اللي بقى عندي حتى طحت مغيبة أما عند الوحش اللي كان كيقطع اللامياء في حويجها وناوي الشر وعيني حمرين ما همه لا دمه ولا وانه ما رعاش العمه اللي يهز من نهار ما تباه وبقى تردد فدنه غير كلمة شماتة وماشي راجل الكلمة اللي كتخرج أي ذكر عن طوغه وكي بغيبين رجولته بالاغتصال كيقطع ويردد أنا ماشي راجل أنا غن وريك شماتة أنا غن وريك ديري نطريق باش تغيري نعيودي الأيمن لم ياء رغم الألم المقاومة ديالها والدق اللي كليت من عنده ما سكتاتش وقالت هاداك راجل عليك مراد مع الصبو قال أنا غن وريك شكون الراجل ترمع لفمها كيبوس وهي كتقاوم وكتدور وجهها هنا والهي وفين ما كتدير شي حركة كي هز إديه ويعطيها في مجات الضربة وخاها كك ما استسلمعتش جمع إديها الفوق إيد وحدة وخلا إيد كتلعب في كل بلاسة في جسمها وهي قاومات حتى عيات ولكن كان قويع لها وفي الأخر ملقات غير دموحا والاستسلام للأمر الواقع عمرها فكرات أن شي واحد يمسها من غير أيمن وبدأت كتبكي وبكات حتى عيات حتى حست بإيده بغت تحيد لي هسلي وجمعات طاقتها كلها وغوتات بحر جهدها ويحة وكتبوها واسمها الواقعات وكان ياسين وأيمن ومع الحلا الذي يا للباب حلو عينهم حتى الحد وهما متوقعين ك هذك المنظر الليığلقاو فيه البلاد الغضب والشر والانتقام اهدو كلهم مشاعر طغاوا عليهم عينهم حماره وخرجوا لهم القروم وطار ياسين حيض مراد من فوق اخته وكيدرب ما كيعقل فين ما كيتفكر المنظر اللي كان فيه مع اخته ما كيصبرش وكيعطيه دور وجهه وبانتليه حبيبته من اليوحة في الارض ودماياتها قدامها هز مراد حتى هزه ولاحه على الحيط حتى ضرب راسه وطاح ومشى كيجري عندها وقال ياسين زينب حبيبتي قد سمعيني ما جاوباتوش وبدأ داخل مروان وفؤاد طلب منهم يطلبوا الإسعار وفعلا عيطوا لي هجع ياسين قال فؤاد إلا كانت بيناتنا شي معزة اربط ليها دهنع حتى نرجع ليه وقنوا واحدة غير نسالي معاه ونعطيه ليك غرقه في الحبس قال لي فؤاد واخا كون هاني غير سير امشى ووصلوا المستشفى والقاوة دارهم وصلوا قبل منهم وجاوا الممرضات دخلوا البنات كل واحدة منهم في غرفة وسده ياسين بغي يجهل وما عارف ما يدير المنظر اللي شاف فيها مرته واخته باقي قدامه ولده اللي كان ممكن يدع منه وولا غادي يجاي في سبيطاره كيردد غان قطله غان قطله وآي من اللي الله عالم بحاله حتى هو ما كيقلش على ياسين غادي يجاي وكيتحرق اختوء ومحبوبتو لي الله جمع شجاحتو وعتار فيها وما عارفش صدمتها كيفاش غدا تكون وغير كيفكر أما سومو الباتول عطينها غير البكاء والدعاء مع ابناتهم ومسيو العلاوي اللي كيردد لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أما واحد حانان فسخفات بالبكاء ومروان كيصبر فيها بقاوة تمكي تسننوا ساعات وساعات حتى خرج الطبيب اللي كان في غرفة لمياء هو اللون وتجمعوا عليه قال المريضات عرضات للضرب المبرح واللي ينتج عليه أن هات هرسات في إيديها درنالي ها سكانير وما عندهاش شي نازيف داخلي أو لا شي حاجة غال من غير الجروح اللي عالجناهم لها ولكن سوما خرجات عينيها وقالت ولكن شنوها دكتور قال كان ضن البنت تعرضات لمحاولة اغتصاب وهو يقول مسيو العلاوي اغتصاب أي من غمض عينيه وكرز على إيدي وقال كملا دكتور قال الطبي الحمد لله ما تراوالو ولكن الحالة النفسية ديالها صعبة بالزال كنشوف من الأحسن تعرضوها على طبيب نفسي ياسين غير كيسمع وباله مع مراته وكيتحلف خاطره على مراته حتى تحل الباب ديال الغرفة ديالسينة وخرج الطبي مشا ياسين عندوك يجري وقال كي بقاتها دكتور الطبيب وعالمات الأسف على وجهه قال هي بخير ولكن للأسف ماقدرناش نقضو البابة قالت الباتو الله على بنيتي الله ياسين غمض عينيه وقال نقدر نشوفها قالوا الطبيب هي باقة ما فاقتش ولكن تقدر تدخل عندها وراها شوية ونقلوها الغرفة خاصة بيها دخل ياسين عندها ورجليه تقال عليه كيشوفها ناعسة فوق الباياث وباين عليها حيانة قربل عندها كيتأمل فيها وكيحاول لي قويرها ووالو مقدرش كيشوف آتار ديال السباعة بصورين في حنكا وصلت بيها للعضب وما بقاش كتبان ليه حتى حاجة قدامه خرج صاعر وطلاق مع ايمن اللي ما كيقلش عليه بالغضب حيت حتى هو ودخل عند المياء وشاف حالتها والضرب اللي تعرضت ليه وكيفاش كانت ناعسة وخرج والغضب كيخرج من عينيه تلاقوا بجوج وخرجوا والوجهها معروفة خرجوا الدراري ناوين على الشر متاجهين للديبو اللي فيه موراد طلعوا في طموبيلة ياسين وكثيرة خلى غير العجاج موراه وصلوا وحلوا الباب لقوا موراد قالس في الكرسي وحاني راسه كله دمائيات وياسين مع دخل ما شعرش براسه حتى الزوع طه كروشي الكرشو حتى طه قدام ايمن شدو حتى هو وركلو برجله قال ياسين أعلى لاش موراد كيبتاسم باش يستفزو وقال حيت كان كرهك قال ليه ياسين شعور متبادل ولكن عمري ما فكرتن قاديك لانتا ولا شي فرد من عائلتك وحزو عطاه تاني بكروشي الحنقو حتى طارو ثنان ايمن شدو قجو حتى خرجو عيني وصورته وهو فوق لمياء ما بغاتش تفارقه وكيقول له غنقتلك موراد كيدوي بالزز وقال إياه العاشق الولهان كنت عطلتي شوية كنت غنضوق الحلودي لحبيبتك ايمن سعر وشد راسو وبقى كيدربو مع الحاة وكيغوت هاديك بستاف عليك الحمار غنقتلك حيت فكرتك المسهر وغنقتلك ونهني الناس منك قال ليه ياسين طلق الزمارة صاحبي دباء يحليك في ايديك قال ايمن خليني نعلمو كيفاشي حط ايدو على حبيبتي قال هب لما يشعر ياسين يالله غيهضر وهو ما يدخلوه فؤاد وبروان فكو موراد من بين ايدين ايمن وهو بدماياتو صخفان وما حامدش الله موراد قال بصوت متقطع غن ندمك ياسين واحقال عليا قال ياسين فؤاد اديه من هنا قبل ما نقتله وهو يقول ايمن علاش قلتيها ليه كنتي تخليني نقتله قال ليه ماروان واش بعقلك باغي توصخ ايدك فيه وهادو كلي ناحسين في السبيطار وكيتسنوكم ياسين سمع اللي في السبيطار وتفكر مرادو واختو تبدلو مالعميحو ما عارف ما يدير بدا خارجهو ايمن وماروان ومشاو نيشان للسبيطار دخله ولقى العائلة مفرقة شي عند لمياء وشي عند زينك مشايا سين نيشان لغرفة حبيبته ولقى ماماها وحانان قال سين حداها وكيشوفوا فيها وهي فايقا وكتدور في عينها قال السلام عليكم قالت الباتول سلام عليدي قال ليها عمدرال حاجة قالت ها هي ولدي ماللي فاقت وهي غير كتشوف ما دوات ما تكلمات قال ياسين واخا الحاجة وقالت حانان هاحنا غانمشي باش نشوفوه لمياء قال ليها واخا خرجو وخلاوه غارق في عويناتها وقال ليها سمحي لي حبيبته ودازت سيمانة على العائلة اللي تقلب حالها من فرحانين لمهمومين ومعارفينش أشي يدير معا زينب اللي ما كيساليوش الكوابيس ديانها وفين ما نعسات كتنوت تغوت ولدي ومعالم يا اللي نعاس ما بقاتش كتنعسو وغير كتسمع صوت شي راجل أو لا تشوفو قدامها كتجيها الهستيرية وكتبدا تغوت وتبكي وفي جيها أخرى وبالضبط عند أحلام أمها اللي خرجو من الفيلا ومشاو للدار اللي كانت عندهم ديجة في نفس المدينة قالت فوزية أنا أنا يجري علي أنا يدخلي يا ولدي للحبس لا لا ما يمكنش نسقط على هادشي أحلام بدأت كتبكي وقالت صافيا ماما صافي ايش باقا بغا ما كنتش كنت تصور ما في قلبكم ش الرحمة احتل هاد الدراجة حاولتوا تقتلوه جوجد المرات محشو ماش تعطو ليدلي تمدات لكم وكنتي عارفة سمع داميرك اللي فاق دابا اللي فيا كافيني وهزات التليفون ودوزات المرات وقالت قالوا ولدي قال ليها ويا الواليدة قالت فوزية كي دايرا ولدي قال ليها مراد كي غنكون الواليدة باغي غير إيمتان خرج من هنا شوفي سمعيني غد تواسلي مع صوفيا وخليها تعيط لي وغنعطيك النمراد يالواحد صاحبي عيطي عليه وقولي ليها عيط لي قالت فوزية واخا ولدي اللي بغيتيها هي اللي تكون وهكدا دازت سيمان اخرى على العائلة بين موسيو العلاوي اللي رجع يستالم الخدمة بين ما يرجع ياسين وآيمن اللي باقي مقابل لمياه اللي احتاه تحسنات شوية وما بقاتش محتاجة مهدئات باش تنحسن عوضها حضن آيمن عليهم وما بقاتش كدخل في النوبات ولكن باقة ما كتهدرش وما كتخرش ما عند هايش استعداد تواجه الحياة بره وعند ياسين اللي احتاه هو مقابل مراته اللي ولات شوية وكتهدر مع ماماها وثومة وحنان اللي يوميا عندها وقالت لها على الحمل ديالها وفرحات لها من قلبها رغم أنها تفكرات ولدها اللي ضاع ولكن فرحات لصاحبتها من كل قلبها عايت لها آمين ومراته كريمة وطمأنه عليها وعلي ومريم جاول عندها وعند الناس الاخرين اللي كيحفروا لهد العائلة وباقي محياوش سيمانة كاملة وزينب كتجيها رسالة من مجهول مفادها راجلك كيخول ما شكاتش حيث ياسين ما فارقهاش من نهار خرجات من سبيطان من غير النهار اللي مشا يشوف فيه لم يال ومعطاتش الأمر أهمية حتى اليوم اللي وصلتها رسالة وحلاتها وحلات عينيها معاها قلت لا ما يمكنش لا ما شي ياسين هادا وبديت كنبكي ياسين اللي كان في الحمام خرج مخلوع كيشوف دموعي نازلين وقال زينب مالكي بقيت كنشوف فيه شحال ولحت ليه تليفون وخرجت كنجري ياسين هز تليفون وشاف اللي ما توقعوش صويرته وهو كيتبادل القبال مع صوفيا وهو مغمض عيني لاحظ تليفون وتبعني خرجت من الفيلة كنبكي بهستيريا وبقيت غادا كنجري وقطعت شانطي حتى حسيت براسي وليت مرفوع الفو ياسين اللي كان تابعني وقف من هول الصدمة وبدكي يغوت زينب طاح من هول الصدمة وهو كيشوف مراته ضرباتها طوموبيل وطاحت على رأسها والطوموبيل كملات ما صارها وما وقفاتش احتت قلبات باللي فيها اللي كان موراد اللي دار المستحيل باش يخرج من الحبس نرجع شوية له قال موراد قالو قال لي هالشخص ايش عندك ليش معيت لي قال موراد انا في الحبس وبغيتكم تعاونوني نخرج قال لي هادك الشخص كيفاش الحبس وعلاج قال موراد اختطاف ومحاولة اغتصاب جاوبو الشخص ايش وصلك لهادشي الموهيد انا غنعلم الباص ونلقاوه كيفاش نخرجوك قال موراد اوكي انا غنط سناكم اقطع هادك الشخص وتلفت عند الباص اللي اسمع المكالمة كاملة قال الباص خرجوه وديرو اللازم وهو يقول هادك الشخص اوكي باص اللازم كان المقصود به يقتلوه وهما ما كانوش عارفينه علش ناوي نرجع عند موراد اللي من بعد ما اهدر مع الشخص اللي كان معاه في المافيا عيطت ليه مور اللي كانت معها صوفيا قال موراد ويا الوالدة قالت ليه فوزية ولدي ها هي صوفيا معايا قال دوزي هالية قالت صوفيا قال لها موراد اشترتي قالت صوفيا كل شي هو هادك موراد هو يقول مزيان غير نعطيك الاشارة ركي عارفة صوفيا بخبت قالت لي ما تخمانش وفي خاطرها قالت غير هنيني من هاديك زينك ويا سين انا غنعرف ليه وفي هاد الاثناء كانت احلام ورا الباب كانت سجل فيهم وفي هادرتهم وفي العشية خرجوا المافيا موراد من الحبس واعطاوه تموبيل اللي كانوا مقطعين لها الفرامي باش يتهنوا منه لحقاش ما بقاش نافعهم وهو كان مدبر الماكيدة الاخيرة لدار عمه اعطاها لصوفيا الاشارة وسيفتات التصابر وهو مشى لدار عمه وفاش كانت خارجة زينت اصدمها بالطموبيل ومعا مقطعين لها الفراميل ما حبساتش احتت قلبات بيه ياسين من اللي شاف امراته ضرباتها الطموبيل بقى طايحة على ركابيه ما عرفش ما يدير وتجوقوا الناس وعيطوا على الاسعار احتى وصلات عادة وقت واطلع معاها في الامبنونس ومشاول المشفى دخلوا زينب كي يجريوا بيها ودخلوا مورها مراد ياسين جاهل وهو كيشوف دمايات حبيبته ما عارف ما يديا غير غادي شاي ومرة مرة كتخوي به رجله وجات الممرضة كتجري من اللي شافتو هاكتك سيدي اعطيني رقم شي واحد من عائلتك الى كانوا هنا نتاصلوا بيهم ياسين عادة تفكرهم وقال واخا واخا ملع لي هالنمراء وفعلا اتصلت بيهم وشوية وهو يدخل ميسيو العلاوي وسومة والباتول وحانان ومروان والمفاجأة معاهم أحلام غير شافها ياسين بغي حماق ناض وغادي برد جنونه فيها قال ليها انسي اش كديري هنا رقم